السلام عليكم متابعين الكرام إذا ضاق عليك الرزق وازدادت همومك إليك أسباب السعة في الرزق اعمل بها وسترى قدرة خالقك في إصلاح حالك ولكن قبل مشاهدة الفيديو أدعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوها دعاء الرزق صخر الله عز وجل للبشرية الأرض وما عليها من النعم والأرزاق ومن الأسباب الجالبة للرزق الدعاء ومن الأدعية الجميلة للرزق ما يأتي واحد اللهم يا سبب من لا سبب له يا سبب كل ذي سبب يا مسبب الأسباب من غير سبب سبب لنا سببا لن أستطيع له طلبا صلي على محمد وعلى آل محمد واغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك يا حي يا قيوم صلي على محمد وآل محمد وتب علي يا كريم وانفر لي يا حليم وتقبل مني واسمع دعائي ولا تعرض عني فإني عبدك وابن عبدك وابن أمدك فقير بين يديك سائل ببابك واقف بفنائك أرجو منك وأطلب ما عندك وأستفتح من خزائنك سبحانك أنت العظيم الحليم الجواهة الكريم جد علي من فضلك وتكرم من رحمتك وتب علي يا سيدي توبة نصوحة فإني أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وسلم كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اثنين اللهم إني أطعتك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد ولم أعصك في أبغض الأشياء إليك وهو الكفر فاغفر لي ما بينهما يا من إليه مفر أمني مما فزعت منه إليك اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك يا عدتي دون العد ويا رجائي والمعتمد ويا كهفي والسند يا واحد يا أحد يا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أسألك بحق من اصطفيتهم من خلقك ولم تجعل في خلقك مثلهم أحدا أن تصلي على محمد وآله وتفعل بي ما أنت أهله اللهم إني أسألك بالوحدانية الكبرى والمحمدية البيضاء والعلوية العلياء وبجميع ما احتجشت به على عبادك وبالإسم الذي حجبته عن خلقك فلم يخرج منك إلا إليك صل على محمد وأهله واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا وارزقني من حيث لا أحتسب إنك ترزق من تشاء بغير حساب ثلاثة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما دعا عبد قط بهذه الدعوات إلا وسع الله تعالى له في معيشته اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنحام لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين ومأمن الخائفين إن كنت كتبتني شقيا فامح عني اسم الشقاء واثبتني عندك سعيدا وإن كنت كتبتني محروما مقطرا على رزقي فامح حرماني ويسر رزقي واثبتني عندك سعيدا موفقا للقيرات فإنك تقول في كتابك الذي أنزلت يمح الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب أدعية مأثورة في طلب الرزق مما ورد في سنة الحبيب المصطفى من أدعية في طلب الرزق واحد اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اثنين اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرام والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغناء وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ثلاثة اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عما سواك أربعة اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك خمسة اللهم لا مانع لما أعطي ولا معطي لما أعطي ولا ينفع ذا الجد منك إلا الجد ستة ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكم عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات قال أجل ثمانية وأنت الظاهر فليس فوقك شيء أقضي عني الدين وأغنني من الفقر ثمانية اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني تسعة كثرة الاستغفار قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إن أعجبكم الفيديو اشتركوا في القناة دعما لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك ترجمة نانسي قنقر